مين هو عمroad دياب؟ كتبت عن حاجات كتير حرفتك كتبت عن حاجات كتير جدا دكرت مسامي كتير وضكرت مراحل كتير وضكرت أعمال كتير لو حابب نبتدير عن الجزائية بتاعت مين هو عمroad دياب و كتبت عن عمroad دياب مين هو عمroad دياب و إلّ عمل و عم节 دياب و overlooks'ل لإيه عمري دياب كلمني شوية عن عمري دياب لأن إحنا نتكلم عن الغضب آه صحيح عمroad دياب يعني يستحق التوقف عنه طبعا طبعا هي الحقيقة برضو والأمانة هي القوى النعمة المصرية يعني كل واحد فيما يستحق التوقف كتير جدا وده من حسن حظنا أنا دايما بقول أنا لو مش مصري ما حصلولكش في الوطن العربي في كل مجالات حتى مش فن بس يعني أنا بقول لو أنا مش مصري دايما أحسس بالحسن اتجاه هذا الوطن بيضم بين جنباته كل هذا الكم من الأساطير والناس المؤثرة على مستوى العالم والوطن العربي لو احنا متكلمة لعمر دياب رجوعا لسؤال حضرتك هو من هو عمر دياب ده ما كانش سؤال أنا أو ما كانش تسؤلي أنا في الموضوع هو ده كان أول سؤال تسأله عمر دياب سنة 82 لما كان لسه الشاب بورسعيدي جاي شافه هاني شنودة ونصح أنه يبني أنت كويس وموهوب كان بيغني مع صحابه على الشات وفرقة صغيرة جدا واني شنودة نصحه زي ناس تانية انزل القاهرة القاهرة هي الأساس فده تقريبا تقريبا يعني كان أول حوار صحفي لي فالمحرر ساعتها سأله وقال له من هو عمر دياب عمر هذا الشاب اللي هو المفترض يعني ده أول تعامل بينه وبين الصحافة كان ممكن جدا يكون رده فيه ارتباك فيه ردود كليشيهات محلبة إن أنا فلان وتولدت في كذا لا هو عمر دياب رده أنا رصدت فيه فكرة مشروعه اللي استمر بعد كده يعني هو حتى المحرر بيكمله السؤال بيقوله أنا بسألك من هو عمر دياب عشان أعرف أعمالك وأغنيك وبتاعه وحاجات كده قال له لا أنا ما قدرش أقول لك من هو عمر دياب أنا لسه بقول ببدأ وجمهور القاهرة ما يعرفنيش وأنا هستنى شغلي هو اللي يقول من هو عمر دياب فده كان أول رد من شاب صغير جاي من بورسعيد بهذه السقة وهذه الكيفية أنا جيت بعدها مثلا ده 82 بعدها حوالي 12-13 سنة عمر دياب بقى لما بقى عمر دياب وقال هضبة اتعامل مع حوار في مجالة العرام العربي أستاذ ياسر الفخراني سألوا أسئلة طريقة رده ما تغيرتش يعني هو واحد مدرك هو عايزين من الأول يعني اختلف اتفق مع عمر دياب يعجبك ما يعجبكش ما فيش أي مشكلة يعني أنا ممكن على المستوى الشخصي مثلا يعني ما كنتش بحب أغاني عمر دياب أو ما كنتش بحب تيمة صوته بس ما أقدرش أقول أن عمر دياب ده مش مشروع فني كبير يعني وهو ولازم أي حد منصف يبقى معجب بعقلية عمر دياب حتى يسري يسري الفخراني سألوا سؤال مهم جدا قال له فيما يشبه الاتهام يعني قال له الناس بتتهمك أن أنت بتغني بقى لك مش بصوتك أن إمكانيات صوتك لا تستحق هذه المكانة لأن فيه ناس أحسن منك كتير وطبعا العهد ده طبعا نحن نتكلم فطاح العلي الحجار ومتحة صالح ومحمد الحلم طبعا نجوم كتير برضو جدا وأصوات خرافية صحيح إمكانياتها الصوتية يعني بالنسبة لصوت عمر دياب عمر ما خدش السؤال على أنه اتهام عمر تعامل مع السؤال بزكاة شديدة جدا زي تعامله مع السؤال الأول لي قبلها ب13 سنة شايف أن دي ميزة والمهم المعيار بالنسبة لي هو الجمهور مدام الجمهور حب طريقتي في المسرح في حركتي اللي هي ممكن تكون مش عاجبة بعض النقاط لكن الجمهور تفاعل معها وأنا دي بالنسبة لي ميزة فأنا كوني بغني بعقلي دي حاجة أنا باعتبارها حاجة تخصني يعني وده إن ده فبيدول على ذكاؤه يعني بتغني بعقلك دي مش اتهام فعلا هو حد ذاكي جدا لحد النهاردة بالزبط من وقت ما ابتدى لحد عشرين أربعة وعشرين وهو بيتصدر القمة بالزبط في كل الأغاني اللي بيعملها اختلفنا اتفقنا هو نومبر وان وهو الأول في الغنى وده لإنه ناجم مش لإنه بس صوته حلو لإنه بيمتلك كل صفات الناجم مش شرط إنه يكون بس صوته حلو دي قصة تانية